طيب نقطة تانية مهمة وبرضو ليه علاقة بالمصداقية اللي احنا بنتكلم فيها واتمنى اتمنى يا جماعة والله يكون المهندس احمد مجاية سمان عشان يرد علينا لان احنا بقى انا اكتر من حوالي اسبوعين بنسأل السؤال ده ومحدش بيرد النهاردة 36 وبقى 36 بجد يعني النهاردة 36 ده اخر معاد عشان ترسل فيه اسامي الاندية على السيستيم الخاص بالاتحاد الافريكي عشان مشاركة الاندية المصري للبطولات الافريقية الموسم القادم ويوم الثلاثة الاربع اللي فات انا عرضت على مدار يومين شروط المشاركة للمسم الجديد في افريقيا وليحة المسابقات المنظمة لشروط الدوري من خلال اتحاد القرى بالنسبة لمشاركة الاندية المصرية اذا جمعات 36 ولسه ما خلصتش الدوري شرحنا كل ده الاسبوع اللي فات وعرفنا من مصادرنا الحمد لله وحتى الموانس احمد مجاية طلع اكد اللي احنا قلناه ان ليبيا طلبت استثنى المغرب طلبت استثنى والجزائر طلبت استثنى والاستثناءات دي تم الموافق عليها بحد اقصى 30 سبعة فكان السؤال اللي بنطرحه من الاسبوع الماضي ليه اتحاد القرى المصر ما يطلبش استثنى لغاية 30 سبعة في ظل انك لو عايز ترسل اسامي اندية الموسم الماضي قلنا هنا في حاجتين اصبر لما تشوف بيرامز زي يعمل ايه في الكونفيدرالية يمكن يوصل فينال ويفيزب البطولة فبالتالي انت تبقى مضطر ترسل اسمه كده كده لنبطة الكونفيدرالية لكن بيرامز خرج من السيمي فاينال فبالتالي اول نقطة هي نقدر نحطها على جنب النقطة التانية قلنا لو هترسل اسامي نفسها اندية الموسم الماضي انت هنا على الورق بتلغي الدوري لان فكرة انك ترسل اسامي الموسم الماضي في شروط المشاركة اللي بيقولها لكيف انك تبعت الاسامي دي في حالة واحدة لو انت لغيت الدوري طيب اللي مش هترسل الاسامي وهتستنى طب النهاردة اخر يوم هل هتطلب استثنى لتلاتين سبعة ولا لا طب الجديد الاتحاد الكاميروني من خلال رئيس الاتحاد الكاميروني وهو بالمناسبة النائب الرابع لرئيس الاتحاد الافريقي مبارح بعت رسمي للاتحاد الافريقي طالب استثنى للدوري الكاميروني لغاية تمانية اغسطس تمت الموافقة على طلب الاتحاد الكاميروني قدامنا على الشاشة ده خبر من موقع في الجول رايح في نفس السكة اللي بنكلم فيها سألوا مصدر في الكاف أنا كنت أتمنى زي ما نبسأل برضو يكون مصدر في اتحاد الكرة هو اللي يرد مصدر في الكاف قال مصر لم تطلب مد فترة ارسال اسماء الاندية للمشاركة في المسابقات الافريقية وقالوا لو مصر هتطلب مد الفترة لازم يكون النهاردة في موعد باكر عشان ما يكونش الوقت تتأخر على ما يبعت الاتحاد الافريقي الرد به الاستثنى ففي استثنى الاندية او الاتحادات العربية لتلاتين سبعة وفي استثنى للكاميرون لغاية 8-8 الناس تقول لي تب للكاميرون 8-8 ليه؟ بص يا جماعة الكاميرون عندها مشكلة في الدوري ولسه هيستقنى في الفترة الجاية ففي تأخير كبير شوية فهيترحل لغاية 8-8 بس بالمناسبة 8-8 ده اخر معاد ليه اخر معاد؟ لان الادوار التمهيدية القرعة هتتعامل بعد دور التوقي مباشرة يعني نتكلم في الفترة من 8-15-8 ده التوقيت اللي هتعمل فيه قرعة الادوار التمهيدية فأقصى معاد 8-8 انت لو بعدت استثنى مش هيترفض هيتوافق عليه ومش محتاج تفاصيل واتصالات وخطابات هي ورقة بسيطة بتتبعت عبر الايميل الوضع عندي كذا بسبب ظروف الكورونا الدولي لسه عينتهي 26-8 بطلب استثنى زي الكاميرو لغاية 8-8 هيتوافق على الطلب بتاعك ليه لغاية 8-8 هيتوافق لك؟ او هيبقى فيه موافق على الطلب الفكرة انك بتدم ساحل الاندية لغاية 8-8 عشان تعرف في الترتيب لان الترتيب ده في النهاية هيكون هو المعيار في رسال اسماء الاندية حتى لو الدور مخلص واللايحة بتاعتك بتقول ده وفي معيار لي ده معيار الجدارة الرياضية او معيار الترتيب الحالي فأتمنى يكون فيه طلب للاستثنى او لو مش هتستثني او لانا مش هربق على الطلب بالاستثنى بس قولنا على اي اساس ولا اي معيار بعد اسامي اندية الموسم الماضي او من الاسامي اللي هتبعتها للمسابقات الافريقية في الفترة اللي جاي دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بفقرة ترند الترند اعتقد جاوبنا على استفسارات واسئلة كتير وطرحنا كذا سؤالة على كذا موضوع في الفترة الحالي